وزارة الداخلية خدمة فاعل خير عبر تطبيق إسلاميات وسداد وبينيفيت بي لأصحاب الأياد البيضاء للتبرع بمبالغ مالية لصالح المعسرين والمتعثرين مما صدر بحقهم أحكام قضائية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وزارة العدل والشؤون الإسلامية قضية المعسرين والمتعثرين قضية واقعية وموجودة وديننا جاء بشرع عظيم في نصوص الكتاب والسنة هي فرصة الآن أتوجه بها لكافة شرائح المجتمع وأخص بالذكر أهل اليسار والغنى أن يساهموا مساهمة جادة وفاعلة مع هذا المشروع مشروع فاعل خير ويكفي من اسمه أن فاعل خير وفاعل الخير يبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قوامها على أن الجزاء من جزء العمل قال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال لما جاءه الرجل يسأله يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما هي أحب الأعمال إلى الله قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا وهذه الأيام ونحن نستقبل شهر رمضان مباركة وكم هو عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى أن يساهب الإنسان في إدخال البهجة والسرور على أسرة تنتظر هذا الولي الأمر الذي متعثر ومعسر في منقوف يأتي من يساهم في إخراجه ليشارك فرحة رمضان مع أهله أو يشارك فرحة العيد مع أهله مملكة البحرين اعتادت منذ القذم على المبادرات الخيرية والإنسانية كما تتميز مملكتنا الغالية بروح التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد كافة المجتمع وقد شهدنا في العهد الزاهر لحضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه توسعا كبيرا في مبادرات الخير والعطاء وفي هذا الإطار فإننا نشيد بالمبادرة الكريمة التي أطلقتها وزارة الداخلية بتوجيهات من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في إطلاق مبادرة فائل وخير وتجشين التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك بغرض المساهمة في تمكين أصحاب الآياد البيضاء من التبرع لصالح المعسرين والمتعثرين بمبالغ مالية إثر أحكام قضائية إن مبادرة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة تنفيذ الأحكام وباعتبارها الجهة المناطبها تنفيذ الأحكام القضائية قامت بدور كبير ومشهود في إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة الكريمة والتي تهدف إلى تحسس هموم المحكوم وإسرته ومنحه الفرصة للعودة للمجتمع وممارسة دوره الأسري والاجتماعي ونحن في هذا الصدد ندعو كافة مؤسسات المجتمع والأفراد إلى المساهمة في دعم هذه المبادرة الخيرة وتهدف خدمة فاعل خير لسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة بحسب الضوابط والاشتراطات لمستحقيها من قبل لجنة فاعل خير لمجموعة من الغارمين مبادرة فاعل خير عطت وجه جديد لدور الوزارة الداخلية بأنها تقوم باستناد أو دعم الأسر المتعسرة المحكوم عليها أو الصدر في حكمها أحكام قضائية في الواقع الحال هذه الجائحة خلت اعتبارات كثيرة احنا أخذنا مراتب كبيرة أو عليا في تصدي لهذه الجائحة ومن ضمن هذه المبادرات كانت مبادرة فاعل خير اللي اسهمت في دعم بعض الأسر المتعسرة فيها لها ظروف خاصة هناك لجنة في وزارة الداخلية تراعي هذه الظروف من جانب الصحي ومن جانب على أفراد الأسر الحال الاجتماعية كل هالجوانب تأخذ بالاعتبار وتأتي هذه المبادرات الإنسانية تعزيزا للعمل الإنساني ولنشر ثقافة الخير في المجتمع فبتبرعك تدخل الفرحة والبهجة على حياة أسر المتعسرين بعودتهم الحميدة لبيتهم مساهما في تحقيق أقصى درجات الاستقرار للأسرة البحرينية